موسيقى مجزون لأهم الأخبار من قناة يامن شباب أهلا بكم أعلن التحالف العربي عن اعتراض وتدمير زورقين مفخخين ومسيرين عن بعد أطلقتهما ميليشا الحوثي الانقلابية من محافظة الحديدة وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الروكن تركي المالكي بأن قوات التحالف البحرية رصدت صباح اليوم ثلاثاء محاولة للميليشا الحوثية للقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك جنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين ومسيرين عن بعد قامت بإطلاقهما من محافظة الحديدة مضيفا أنه تم إعطاب وتدمير الزورقين الذين يمثلان تهديدا للأمن الإقليمي والدولي والتجارة العالمية أصيب أربعة مدنيين بينهم أطفال إصابة بعضهم بليغة إثر سقوط صاروخ بالاستي أطلقته ميليشا الحوثي الانقلابية على حي السكني من مدينة مأرب وقال مرسل قناة يامن شباب أن الميليشا الحوثية أطلقت صاروخا بالاستيا على حي السلام السكني في مدينة مأرب وتسبب إلى جانب الإصابات في أوساط المدنيين باحتراق خمسة محلات تجارية وسيارتين احتراقا كاملا كما تضررت مدرسة السلام الأساسية والثانوية وأكثر من 12 منزلا في الحي المستهدف بأضرار بلغة لقي العشرة من عناصر ميليشا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون خلال معارك عنيفة مع الجيش الوطني بمديرية الصرواح غرب محافظة مأرب قالت مصادر عسكرية أن قتل الميليشا سقط في معارك عنيفة شهدتها جبهات القتال في صرواح عقب تصدي الجيش الوطني لهجمات وصفت بالعنيفة قتل وأصيب ثلاثة من ميليشا الحوثي الانقلابية في كمين للجيش الوطني بجبهة ناطع في محافظة البيضاء قال مصدر عسكري للمشباب أن قوة من الجيش تابعة لللواء 173 مشاه نصبت كمينا لميليشا الحوثي في الجبهة وأسفر عن مصرع أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين في غضون ذلك شأن الجيش قصفا مدفعيا استهدف ميليشا الحوثي في شعب باحواس وجبل الكبار بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء وفي شبهة قانية الوهبية صد الجيش الوطني اليوم والثلاثاء محاولة تسلل لميليشا الحوثي إلى مواقعه في الجبهة وأظهرت الصور ومقاطع فيديو عددا من أسر الميليشا الذين وقعوا في قبضة الجيش وأسلحة استعادتها بعد دحر محاولات انتحارية للميليشا للتسلل إلى مواقعه اختطفت ميليشا الحوثي الانقلابية سبع معلمات بصنعاء بينهن صباح القرع مديرة مدرسة الشهيد السماوي وأمل القياضي مديرة مدرسة مايو واقتادتهن إلى جهة مجهولة وطلب مصدر حكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتين غريفتس ومنظمات حماية المرأة إدانة صريحة لهذه الجريمة النكراء كما دعا إلى الضغط على ميليشا الحوثي لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق النساء والإطلاق الفوري لجميع المختطفات كان هذا من جزء الأخبار شكرا لكم